اشتركوا في القناة وقال عن تنعيم قلبه وصار اكبر همه ان ينعم هذا الجسد الذي مآله الى الديدان والنتن وهذا هو البلاء هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاب تجد احد الا ويقول واش قصرنا واش سيارتنا واش فرشنا واش اكلنا حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم انما يدرس من اجل ان ينال رتبة او مرتبة يتوصل بها الى نعيم الدنيا ما كأن الانسان خلق لامر عظيم والدنيا ونعيمها انما هو وسيلة فقط نسأل الله يجعلنا وياكم نستعمله وسيلة قال الشيخ الزامر بن تيمان رحمه الله ينبغي للانسان ان يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلائل الغائد ليعرفون المال يعرفون قدره لا تجعل المال اكبر همه اركب المال فان لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا ولهذا نقول ان الناس كل من فتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون اليها فانهم يخصرون من الاخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم يعني ما اخف عليكم الفقر الدنيا ستفتح وانما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أهلك الناس اليوم الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم كأن ما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاس نسى الله الرعاة